ما يسمى بخلافة داعش أصبح شيئاً من الماضي لكن التنظيم ما زال يشكل خطراً ولم يهزن بعد بهذه الكلمات خاطب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ممثلي الأربعة وسبعين دولة المشاركين في مؤتمر التحالف الدولي لمحاربة داعش الذي يُعقد في الكويت تيلرسون أكد التزام الولايات المتحدة بمحاربة التنظيم وفكره المتشدد داعياً الدول الأعضاء في التحالف إلى الاستمرار في القتال ضد التنظيم حتى القضاء عليه التحالف الدولي حقق تقدماً مهماً لكن القتال لم ينتهي بعد ما يسمى بخلافة داعش في العراق وسوريا قد تهدم لكن داعش لم يهزن بعد نحن ملتزمون بتدمير التنظيم في كل مكان والقضاء على قدرته لجذب مقاتلين جدد وتجفيف منابع تمويله الاتفاق على دعم الحكومة العراقية التي أعلنت القضاء على التنظيم المتطرف في العراق ودعم جهودها في إعادة النازحين إلى بيوتهم كان على أجندة مشاركة تيلرسون في مؤتمر التحالف الدولي ضد داعش ومؤتمر دعم العراق اللذان عقدا في الكويت في نفس الفترة إلا أن الوضع السوري كان المحور الأساس لتيلرسون خلال مشاركته في مؤتمر التحالف حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي تقديم الولايات المتحدة 200 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية للسوريين وتعد الولايات المتحدة المانحة الأكبر للمساعدات الإنسانية إلى سوريا حيث قدمت أكثر من 7 مليارات و700 مليون دولار أمريكي على شكل مساعدات إنسانية إلى سوريا منذ بدء الأزمة الولايات المتحدة هي المانحة الأكبر للمساعدات الإنسانية إلى سوريا قدمنا الشهر الماضي 216 مليون دولار أمريكي إلى سوريا وأعلن اليوم عن تقديم 200 مليون دولار إضافية لدعم جهود الاستقرار في المناطق التي تخررت من سيطرة داعش في سوريا الزيارات الأمريكية إلى الشرق الأوسط لا تخلو من بحث ملفين آخرين ألا وهما الملف الإيراني وملف الأزمة الخليجية وأكد تيلرسن خلال مؤتمر جمعه بنظيره الكويتي إنه بحث مع أمير الكويت الملفين وأعرب عن شكره للكويت إثر ما وصفه بالجهود الكبيرة لحل الأزمة الخليجية